موسيقى أحباي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم دليل سيسات في حوار لا نمل ولا نكل منه وهو الحوار عن الضرائب في أمريكا لأن الضرائب زي ما حضراتكم عارفين هي لصيق لنا هي حاجة ضرورية في حياتنا هي حياتنا في أمريكا بدونها ما تنفعش يعني ما ينفعش يبقى في حياة من غير ما يكون معانا قوانين الضرائب وازاي بندفع ضرائب وبالتالي الحوار عنها كبير ودائم وما ينفعش نعمل استوب عليه لأنه لازم ضروري نعرف كل الجديد في مجال الضرائب النهاردة معانا خبير الدرائب المعروف لديكم ولدينا الأستاذ ميلاد سعد والحقيقة الأستاذ ميلاد النهاردة كان عنده برد وما كانش قادر ييجي الحلقة أو البرنامج ولكن احترامه لمشاهدينه واحترامه لمستمعينه والكل الأسئلة اللي جات له هذا الاحترام وهذا التقدير لا يتخلى عن وجوده معاكم النهاردة هو النهاردة معاكم بيجيب على كل تساؤلاتكم التليفون هيكون موجود على الهواء مباشرة وموجود طبعا على الشاشة احنا لايف على الفيسبوك تقدروا تكتبوا لي الأسئلة اللي انتوا حبنا كمان أنا عندي كل الأسئلة اللي جاتني الأسبوع اللي فات كل ده هنقدر نجاوب عليه برحب معاكم بالأستاذ ميلاد بشكرك على وجودك معانا النهاردة رغم ان كان لازم ترتاح لكن أنا عارفة قد ايه حضرتك محترم وملتزم بتقدر مشاهدينك وبتقدر الناس اللي مستنية تاخد خدمتك وتعرف معلومات كتير وتكون موجودة معانا وانت موجود معاهم لا تانكي وانا اقدر يعني على قد ما قدرت يعني لانا اقدر يساعدهم في اي حاجة ربنا يخليك والحقيقة ده معروف عنك تانكي كتير من الحالات اللي كانت او كتير من الناس اللي شافوا البرامج بتاعتك من فترات وكده وراحوا يعملوا شغل عندك في مجال الدرايب كان الفيكباك من غير انت ما تعرف قد ايه انت جميل وقد ايه انت بتخدم وقد ايه انت بتساعد وده شيء اسعد البرنامج وقيمة للبرنامج فوجودك قيمة معانا ونشكرك جدا عليها في البداية اول سؤال جاي طبعا بعد ترامب وبعد التغيرات اللي حصلت في الرئاسة الامريكية الكل متوتر من فكرة الدرايب هل هناك قوانين جديدة في مجال الدرايب؟ هو لسه الغاية دلوقتي فورتوس ساوزان سيفنتين ما تكلموش في حاجة هو كان قبل اثناء الانتخابات كان بيتكلم على اوباما كيرو نحيل غيب اوباما كيرو طبعا ليه تأثير جامع في الدرايب بالنسبة للانكم وفي نفس الوقت كمان كان عايز يلغي 3.8% اللي هي بتاعت الانفستمنت انكم اللي حطها برضو كان اوباما من 4-5 سنين اوكي ويكلم برضو على ال.9% اللي هي بتاعت الاكسرا بتاعت السوشيال الميديكير برضو دي درايب زيادة جات على الناس فده الجديد ولا لسا ما فيش لسا يعني هو اتكلمه بس ما فيش اي confirmation اللي هم هتنسع خلاص وجات لنا الحاجة ما فيش اي حاجة خالص فاللي بيفايل درايب السنة دي زي السنة اللي فاتت ما فيش اي جديد ما خلاص احنا خلاص فايلنا الدرايب خلاص في سوزان سيكستين يعني خلاص ما فيش اي تغيرات دي ونشكر ربنا كان سيزون كويس يعني يلا الحمد لله طيب ايه الفرق ما بين ان انا اروح اجيب السي دي بتاع البرنامج بتاع افيل الدرايب بتاعتي انا كشخص وبين ان انا اروح لي محاسب علشان افيل درايب هل هناك اخطاء هل هناك يعني ايه الفرق ما بين الاتنين هو الحقيقة ما فيش فرق يعني ممكن الفرق في الحاجات الكبيرة يعني ممكن واحد يكون معه داب يوتو فورم وعنده بيت وعنده بيزنس صغير ممكن يعملها اوكي وممكن يغلط في حاجات كتير في نفس الوقت لانه مش عارف القانون اوكي انما فيه مثلا الناس اللي عندهم انقام كبير برضو وعندهم حاجات بسيطة اوكي يعني زي اللي هي داب يوتو بتاعته والانقام بتاع والبيت بتاعه فبرضو بتبقى ايه حاجات بسيطة ممكن يقدر يعملها بس برضو الزمين طايم مهمة جدا ان هو برضو يسأل فيه انا عندي ناس بيسألوني برضو على الحاجات دي وما تبعملوا بنا بسهم وبيعملوا بقياس جدا على فكرة وفيه ناس بيجبولي التاكسز معمولة جهزة وتلاقي مثلا انا فاكر كان فيه واحدة جايبا لي او كذا واحد جايب لي فيه ريفاند حيجيله 16 الف دلار و17 الف دلار ريفاند اوكي على انقام 12 الف دلار فازاي دي حتيجي طبعا فكان فيه غلطات اوكي طبعا احسن حاجة هي it's for the small اللي هم الناس اللي عندها حاجات بسيطة ما فيهش حاجة لو هي الفيس بسيطة ييجي ويعملها that's okay هو لو عايز بقى ياخد challenge ويعملها وبعد كده ييجي عشان يسأل اسئلة فيه ناس بتعمل كده بيكون هو already جاهز وبالاسئلة اوكي بتبقى طبعا حاجة بسيطة جدا يعني بنخلصها في 5 minutes بس طبعا تلاقيه مثلا هو عايز يقعد لمسلا ايه في الوقت اللي احنا طبعا هو يشرف طبعا في اي وقت يعني ويسيبهم طبعا يكلمهم اوكي في الوقت المهم جدا اللي هو بيبقى صعب يعني الواحد يكلم فيه بالاخص السنة دي 2016 ويسيبهم طبعا في 2016 كان علينا لوت جامد اوي بالنسبة للمتد لايبليتي كامباني لما عملوها مارش 15 this year instead of April 15 مس طبعا يعني حضرتك من وجهة مزارات يعني فيه مثلا فيه مثلا لو واحد عنده بيت مثلا هل هو يعرف انه هو عنده interest لو عنده loan more than one million dollar اوكي وفيه ناس كده اوكي فيه ناس بتعملها برضو بتشوف لو عنده loan more than one million dollar هل هياخد الانترست بتاع المال من مليون دولار كله ولا هياخد اللون اللي عليه اللي هو الone point two one point five اوكي هو الغاية وان مليون دولار وبيدونا كمان اناظه one hundred thousand that's meaning باخد الانترست على one point one طبعا حزبية بتاعته بسيطة بس هو ما يعرفهاش اوكي انا عرفها او اي واحد بيعمل taxation يعرفها اوكي ودي دي بتبقى مسؤوليته هو مش مسؤولية يعني مسؤولية الشخص اللي هو بيعمل الدرايب بس مين اللي بيدفع في الاخر التاكسي بير او اللي بيدفع في الاخر اللي هو صاحب الدرايب نفسه اوكي طيب ازاي اقدر اعرف انه انا واعطف اخطاق هل لما بيجيني مش هيعرف مش هيعرف نعم طب هل الار اس اللي انا سمعته انه بيرجع باك تلات سنين ورا ممكن يرجع تلات سنين ورا يعني احكيلي الحكاية دي انه كل الناس بتسألني فيها وانا مش عارف يعني ايه لما انا افايل درايب وبعدين يرجع لي التاكسي بفلوس واخد الفلوس واصرف الفلوس يرجع تاني الار اس يقول لي لا ده انت عليكي فلوس اه ليه ليه بيحصل مثلا ايه في الكالكوليشن في الاول هو طبعا لما بيجي يحصل جيبعته جواب يقولك انا عايز الفلوس بعد ما صرفتها دي بتحصل على طول ما بتتأخرش اه اوكي او ما يبعت له وش الفلوس لو الار اس وصل له اوكي لو الار اس وصل له اي ورق من الميديكال من البانك من اي اي تن نين تي نين وصلت له هي ما تحطتش في التاكسيز اوكي ممكن بعد كده يرجع له وممكن من حق الار اس ان هو يرجع ثلاث سنين وراء اوكي ثلاث سنين هي فايل تاكسيز اوريدي اوكي يعني مثلا انا دلوقتي في 2017 اوكي يعني ممكن يرجعولي لو انا فايلة 2016 ممكن يرجعولي على 16 و 15 و 14 مش هيقدروا يرجعولي على 13 اوكي بس ممكن يرجعولي على الثلاث سنين داي في ناس مثلا ايه حصلت كان بتحصل مشكلة في ناس او لا كان عندي انشورنس اولو بتدفع انشورنس يقولي اه بتقوله يبقى انت عندك 1095 ايه اللي هي الورقة اللي بتيجي من انشورنس وبتوصل للار اس برضو في نفس الوقت اوكي يقولك لا مش عارب عنديش و بتاع لا هي انا جايب هو بيجيب لي بي اللي هو 1095 بي 1095 بي داية اللي هو بيبقى عنده انشورنس وطفر هو مني منص بس لو هو بيدفع بيدفع على اساس ايه بيدفع على اساس الكلام اللي قاله الانشورنس كامبني أنا بعمل 20 ألف دولار وأنا مثلا من من 3 أفراد قيلة من 3 أفراد وبدفع so much بدفع مثلا 30 دولار ولا بتاع في الشعر يجي يعمل مثلا هو بدأ ما يعمل 20 في السنة اللي عمل فيها التاكسز اللي هي 2060 لسه مخلصينها يجي مثلا عمل 50 ألف دولار ما بلغش الانشورانس كامباني إن هو الانكم بتاعه زاد أوكي فبديجي إحنا بقى إيه ما يجيب لنا 1095 إيه بتاعه وبييجي يعمل يعمل التاكسز بتاعته والانكم بتاعه زاد بنقوله انت عليك so much عشان الانشورانس بس ده غير البنالتي ماناش دعوة بيها أوكي سي مثلا هو كان بيعمل 50 ألف أوكي وجه يقولك أنا بعمل عملت 30 السنة دي وفعلا هو عمل 30 السنة دي بيجي له وبيدفع على أساس الخمسين ألف يرجع له تاكسي كريدت بريميام تاكسي كريدت ويرجع له في الانكم تاكسي بتاعته أوكي يعني أنت عايز تقولي أنه كل ورقة أنا بحطها في أو للمحاسب أو أنا بحطها في الفايل بتاعي في ورقة مقابلة من المصدر بتروح للاي ار اس وكأنه بيعمل نشكر لهم يعني مثلا أنا لو عندي سكادول سي سكادول سي فيه انكم بيجي أوكي الانكم ده ممكن يبقى كاش ممكن يبقى كريدت كارد ممكن يبقى شيكات أيو أوكي الكريدت كارد دلوقتي بقى لها كامسك كذا سنة بيبعثوا حاجة اسمها تن ناين تي ناين كي هم بيحصلوا لنا الفلوس أيو أوكي وفي آخر السنة يبقى تن ناين تي ناين كي يقولولك أنت you got income so much من الكريد كارد كامباني الأولى قدي بتروح لها بتروح لار اس أوكي الـ W2 بتروح لار اس تن ناين تي ناين بتروح لار اس تن ناين تي ات بتاعت البيت اللي عنده بيت والانترست بتاحها بتروح لار اس أوكي الانشورنس كامباني اللي هو بتاع أوباما كير بتروح لار اس أوكي كل الحاجات دي بتروح لار اس فالار اس عارفين كل حاجة عنه أي حاجة interest income من البنك بتروح لار اس interest expense بتروح برضو لار اس وهكذا أما اللي مش بيروح لو واحد مثلا عنده بيزنس ومثلا عمل revenue مثلا 600 ساوزا عمل total income 600 ساوزا أوكي منهم 400 ساوزا طلعين من الكريدت كارد طبعا دولة راحوا لار اس الار اس ما يعرفوش عن التوين التانيين الـ 200 التانية بس هما تعرفو ازاي بقى امتى أوكي طبعا كل واحد عنده كمبيوتر دلوقتي شغال بي أوكي كل company عندها الـ revenue من الكمبيوتر بيجي إذا أي نوع بيزنس أوكي حتى اللي كاردستور عارفين برضو أوكي فكلهم عارفين الحاجات اللي بتوصل لهم لما بيجي يحصل audit زي ترستي الـ IRS زي ترستي أوكي 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 بيقول لك عايزين البنك ستتمن بتاعتك أي أوكي أوكي بالنسبة للـ IRS اللي شغلنا هي شغلنا بسيطة بس لازم تتشرح يعني ليه عايزة تتشرح ليها عايزة وقت كده ممكن نشرح لو فيه وقت أوكي ولو حصل إن عليه فلوس ما عملش كليم لكل الماني ده أوكي يعني مثلا في الناس اللي هم بيعملوا سلزي تاكس بيقدموا كل كوارتل للبوردو بيكولايزيشن عشان يدفعوا سلزي تاكس بتاعها سلزي تاكس الأربعة كوارتل التوتل بتاعهم 1 مليون دولار أو 500 ألف ساوزان مثلا أي حاجة أوكي يبقى البنك دخل فيه كم؟ 100 ألف ساوزان 1 مليون دولار والكمبيوتر بتاعه بيقول إيه؟ 1 مليون دولار أوكي فلازم تكون كل الحاجة ماتشن يبقى البنك بيقول 1 مليون دولار زي اللي هي البوردو بيكولايزيشن 4 قوارتل زي اللي هو الكمبيوتر عنده والبنك بتاعه وفي الآخر تتحط في التاكس هي هي سي مثلا واحد لغبط في الحاجات دي كلها عمل لنفسه لغبط خلى مثلا بوردو بيكولايزيشن وهو بيعمل التاكسيز وبيقدم بوردو بيكولايزيشن سابل بوردو بيكولايزيشن على جنب كان عمل 900 مثلا في بوردو بيكولايزيشن وبعدين جاه عمل ايه 800 في الانكم تاكسي بتاعه اوكي ففي الحالة دي هتحصل مشكلة اوكي يقول له كدفع بقى على 100 ساوزا بلاس بنال دي وانترست دي الأسباب اللي بتخلي الار اس يرجع تاني ليه؟ هي في حاجات بتبقى في حاجات زي مثلا بتبقى راندم نمبر ون وبتبقى في حاجات ريد فلاك واحد زود في الدونيشن مرة واحدة جامد واحد لقى الانترست بتاع البيت بتاعه عالي جدا اوكي الانترست بتاع البيت يبقى عالي الليه عالي ما احنا عندنا الوان مليون الوان مليون يعني مثلا هيكون مثلا اراون سيري فور ساوزا اوكي لو انترست 4% على 30 سنة يبقى سيري فور لو هو حط لي مثلا 50 يبقى البيت بتاعه 2 مليون رح حطي 32 مليون الانترست بتاعها كلها يعني الانترس البيت عليه لون ب2 مليون الفوائد بتاعتها هتكون عالية لأ احنا ناخد نصهم والوان بوينت وان بنديهم لغاية ايه يعني المليون واناظر وان هانت ساوزن فرين بروف دي كلها حاجات بيقدر يفهمها المحاسب أحسن من أننا أعملها لكن افرد أن الموضوع بسيط يعني ارجع بي الفكرة الدرائب بتاعت البيوت يعني التاكس بتاع البيت التاكس يعني بالنسبة للناس فأنا دلوقتي لو عندي بيت البيت بتاعي اللي بتفعله 2003 خليني في المتوسط يعني سيبك من المليون لأ اللي بنتفعله البيت اللي هو يعني عندي بيت ايه أنا عندي بيت بالزبط وأنا بتفعله المورجج المورجج ده الإنشورانس بتاع البيت مش شرط ده مش شرط هو برينسبل وينترست يا أوكي طب قولي بقى المورجج ده يحتوي على إيه يعني يعني مكونات هو إيه أهم حاجة هو الانترست والبرينسبل كويس الانترست والبرينسبل لو المورجج كومبنية عايزة إنباون يعني أنت بتتفعل المورجج الانترست والبرينسبل والبروبارتي تاكسز والإنشورانس أنت بتكلم مع البروبرتي تاكسس البروبرتي تاكسس اللي هو كان عايز يعملها في مصر اللي هي بيسموها الدرايبة العقارية اللي هو كان عايز يعملها بوتروس غالي ورافضوها وده طبعا كان مشروط تتعمل يعني ده صح لأن الناس هتوضى بالشوارع منين وحتعمل حاجات دي منين فلما تدفع دي هنا بيأخذوها مرتين في السنة وده بتتحسب على اللي هي 1% كاليفورنيا مثلا 1% فيه بيتضاف عليها حاجات تانية بتوصل 1.125% من الفاليو بتاع البيت لما اشتريه من قيمة البيت لما اشتريه ساعة الشراء وبتزيد 2% كل سنة بده من قيمة البيت الأساسية من قيمة البيت الأساسية مرمش تدعوه بالمركت فاليو أنا اشتريت مثلا البيت بتاعي مثلا ب600 بدفع على 600 وبيتزيد كل سنة 2% لو عملت انبروفمانت فيه عملت حاجة كبيرة فيه واخدت برميت بيجي لقولي انت عملتها دي ايه وضفتها دي ايه طب هتزود البروبرتي تاكسيز عليك ايه اوكي فيزود البروبرتي تاكسيز عليها على حسب الماركت فاليو مش الماركت على حسب الفاليو الجديدة اللي انا اي سبندت اه اللي انا دفعتها فيه اصلاح البيت او فيه تجديد البيت مش تجديد البيت او فيه التجديد لا طبعا ما علاهوش اه اللي هو فيه توسيع البيت ايه اخدت برميته على حاجة كبيرة اه فلازم طبعا هيزيد الفاليو بتاعه اوكي عملت بول لازم تزيد زودت السكور فوتش يه فالقيمة بتاعته بتزيد اه فسي مثلا انا شاري مثلا بستمية مثلا من عشر سنين اه تامن الاريا دلوقتي وان بوين تو وان بوين سري اللي بيجي اشتري دلوقتي بيشتري وان بوين سري اه مزبوط اه يدفع على الوان بوين سري نفس البيت ونفس البلان ونفس الاسكور فوتش بتاعه اوكي فهي داية الفكرة اه يبقى اذا المارجج مش لازم الانشورانس يبقى انكلودد المارجج نو 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 طيب هو عام حاجة المارجج اللي هو انتريستو برينسبر يس على ثيري ييرز طيب المارجج بيتدفع له تاكس المارجج بي لا ما بيتدفع لهوش بيتخصن من الانكم احكي لي الحكاية دي ان كل الناس فكرة مش كل الناس يعني بعض الناس اللي لسه مشتروا جديد يقولك التاكس هيرجع لنا يعني هيكأنهم هيرجعوا لنا لا سيه مثلا واحد عامل خمسين الف دولار في الصفحة الاولانية من التاكس بتاعته ايوه اجوست جروس انكم خمسين ايوه اوكي بعد كده بيتخصن منهم حكتين حاجة الاولانية قبل كريدت حاجة الاولانية لا ايما ياخد standard deduction اللي هو لو متجاوز اوكي جوينت ااا عمل الفايل بتاعه جوينت بياخد اتناشة الف ستومية ايوه اوكي فبيتخصن الفيفتي ساوزن من الستاشة الاتناشة وستومية اهه سيه مثلا هو عنده بيت والبيت ده مثلا عليه مورجج فايف هندرد ساوزن اوكي فايف هندرد ساوزن ااا ما تيجي تحسب الانترست بتاعها في الاول هتكون في حدود مثلا اتنين وعشرين الف دولار اوكي الاتنين وعشرين الف دولار ااا دولار كلهم بيتخصموا بلاس البروبرتي تاكسيز بلاس بارد من الانميديكال انشورنس لو هو الاود اللي هو يخصم من الانميديكال انشورنس بلاس الدونيشن كل ده بيسموه ايتميز دي تاكشن حاجات الاربعة دولار طبعا في حاجات زيادة تانية فيه اللي هو السيفت وفيه اللي هو لو حصل حاجة سرقت من البيت او حاجة اوكي برضو بتتخصم الان فيستمنت البروبرتي ان فيستمنت البروبرتي تاكسي فور بعد ما يوصل للمرحلة ديت اللي هو يشيل البروبرتي تاكسيز اللي هي مثلا في حدود 7000 دولار ويشيل الانترست بتاع البيت اللي هو 22000 دولار ويشيل لو هم التلات أفراد مثلا بقول تلات أفراد كل فرد السنة دي 4050 بتتشال يبقى 12000 دولار يبقى في الآخر مش حيفضل حاجة مش حيفضل حاجة يعني لو يدفع عليها تاكساب والانكم حيبقى حاجات بسيطة جدا فترجع له الفلوس دي باك تاني اللي هم تأخدوها منه في ال W2 as a federal withholding وستيت withholding زيسية بس يعني دلوقتي أنا عندي موكد تقسيمي التاكسيز بالزبط كده على الصفحة الأولانية بيبقى فيها الانكم من لائن 7 لغاية لائن 21 ده الانكم كله مهما كان واحد صغير أو واحد كبير في البزنس بتاعه أو عنده ألاطف مثلا بروبرتي وعنده حاجات كتيرة جدا وعنده كله ده بيبقى من لائن 7 لائن 21 وبعد كده بنعمل حاجة في الصفحة الأولانية اللي تحت بيقول adjust to the income حاجات بتتطرح من الانكم إضافية لا بتتطرح من الانكم بتتتاخد منها بتتشال من الانكم ويبقى لائن سيري 7 ده اللي هو الانكم الأدجوست the gross income بتاع إيه الحاجات في الحاجات كثيرة في مثلا moving expenses بتتشال من that into في الـ في الـ في الـ من الـ نفقة النفقة �عني لما تتصين نفقة للزوج embargo أو الزوج غير لما أساند الأطفال أطفال أطفال ولا تكسبل ولا دي داكتابل إنما لما بنيجي مثلا بندفع نفقة للزوج أو الزوجة بتتحسب أصلاً إنكم للريسيفر وبتبقى دي داكتابل اللي هو جيفر اللي بيديها بيبقى هو إيه؟ بتبقى دي داكتابل تحت في الحتة اللي تحت وبعدين فيه كمان الإدوكيشن فيه بارت من الإدوكيشن بينزل الماكسيمة بتاعها أربعة راف دولار غير الإنترس بتاع اللون الإدوكيشن لون كل دا بينزل من الإنكم وبعدين كل حاجة دا تليميتد ليها ليميتشن ليها فيزقاوت يعني مثلا ممكن يكون فيه دكتور مثلا متخرج وعليه لون مثلا بـ 600-700 ساوزن وييجي يعمل إنكم ولسه ما يجوزه ويعمل إنكم كبير مثلا هيعمل طبعا أوفر 200 ساوزن يبقى كل الإنترس دا بيروح أوكي لما باخد لما بيحصل لي إن أنا بيخفض التاكس التاعي من الإنكم بتاعي ككل في حالة أني بدفع للبيت أو يعني لو أنا بدفع زي ما حضرتك قلت لو أنا الإنكم بتاعي خمسين ألف وبعدين أنا بدفع للبيت سي خمستاشر ألف دولار في السنة يبقى التاكس بتاعي حيبقى على خمسة وثلاثين ألف السنة حيحسبني على دا وبالتالي ديني الإنكم أو الباك بتاعي الريترن بتاعي أو whatever you're gonna pay هل أنا أمام الجوفرنت هل أنا قدام الحكومة الدخل بتاعي خمسين ولا خمسة وثلاثين خمسين طبعا منهاش علاقة الجزئية اللي حصلت دي منهاش علاقة طيب إيه علاقة دا بالميديكل إيه علاقة الإنكم أو التاكس بالميديكل ما الميديكل اللي هو عمله أوباما وكفر كاليفورنيا مثلا سيهي مثلا واحد سنجل فعنده من 16 ألف وكسر لو هو عمل أقل من 16 ألف وجزء زاير دا بيخش على الميديكل على طول أوكي من 16 ألف الـ 47 أو الـ 46 I don't remember أوكي بيخش في أربع شرائح جوه أوكي اللي هو كافر كاليفورنيا كافر كاليفورنيا عمل مثلا 26 من 16 26 مثلا سيري سيري وبعدين سيري 6 وبعدين 47 سيري مثلا الشرائح مقس منها 100 200 300 200 400 مقس منها بالزبط يعني الأموان تلقوا بتوين الـ 16 والـ 47 سيري مثلا أنا جيت عملت مثلا عشرين السناتي 2060 واحد عمل 20 ألف إنكم وهو واحد واحده بس يبقى لازم الميديكل حيتشار منه ولازم يخش على أي كافر كاليفورنيا أوكي سؤال بقى بس قبل ما حدثت تكمل هل كافر كاليفورنيا إجباري؟ يعني أنا لو بشتغل في شركة والإنشورانس بتاعي حيديني مميزات أحسن من اللي هيداني كافر كاليفورنيا لا اعتقد طبعا لا مش إجباري لكن مش إجباري مش إجباري بس عليك بس عليك أعتقد أنه في مصلحة الناس كلانا يبقى عندها إنشورانس لكن في حالة أنه لما تبقى أسرة متكاملة التاكس بتاعها أو الإنكم بتاعها هو بالضبط بيصار في النظر التاكس أخذ من إنه قد إيه بيتحاسب عليه ميديكل لا ميديكل بيتدفع على حسب الإنكم على ملهوش دعوة بقى التاكس حاسب إزاي أي رأس شافت الدنيا إزاي لا 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 تشوف كل حاجة ده فيه فورمة مخصوصة بتشوفها الأيراس عشان ميديكل داي يعني سي مثلا لو احنا كنا بنكلم دلوقتي واحد عمل 20 سنجل وعمل 20 دخل قفر كاليفورنيا جاه بعد كده لما جاه يعمل التاكس بتاعته بتاعه سيسر سيكستين هو قال لهم الكلام ده وبياخدوها إيه على كلام بتاع الشخص اللي هو بيعمل إنشورانس والتاكس ريترنل السنة اللي قابليها على 50 فجاه عمل مثلا إيه 40 ألف فالمفروض مثلا بدلا ما كان يدفع مثلا 30 أو 40 دولار حيدفع 100 دولار لأن الحكومة بتدعم على حسب الإنكم فياخدو منه الفرق ده في التاكسيس ده ما احنا نجي نعمل له التاكسيس ياخدوه في التاكسيس ونقول له انت عليك تاكسيس so much عشان إنشورانس ياخدوه في التاكسيس وبيتضاف عليه درايب سي مثلا واحد كان بيدفع 30 والمفروض ما كانش يدفعها لأن الإنكم بتاعه قال بترجع له الفروض دي as a tax credit أوكي ترجع له كلها as a tax credit ومين بيقول إنها قلت يعني افرد إن هو ما بلخش هو قعد في بيت 3-4 شهور أو أخد إيه دي لا أخد أياه لا ما هو دلوقتي هو بيكلم على السنة اللي قابليها أو حالته حالياً أنا بروح أعمل إنشورانس أوكي أنا مثلا أنا بشتغل مثلا بـ 2000 دولار في الشهر يبقى أنا أقول له ما أنا هعمل 24 ومن الوقت يا مثلا تعمل 24 وعشرين بـ 48 يبقى أنا حدفع الإنشورانس على 48 جينا إحنا عملنا جات الـ W2 وجاء الشغل بتاعنا وـ 29 جات من حتة تانية واشتغلنا زيادة وطلعوا مثلاً 90 أوكي فلازم ندفع الفلوس دي كلها باك أوكي هما تبيدون جزء عشان support us أوكي في الماديكال لو جاء الإنقام بتاعي زاد يقولك لا أنت مش من حقك تاخد كل الأمام وانت ديت أو مش من حقك تاخدها كلها ادفعها لنا كلها باك في التكسس وفي ورقة بتروح من الإنشورانس كامباني اسمها 1095B أوكي والورقة دي بتروح للـ IRS واللي ما عملهاش وبرضو 1095A اللي بيدفعه كل فلوس اللي هو cover California 1095A اللي بيديها الشغل 1095C يبقى عندنا 3-1095 واحدة ميديكال واحدة بيدفع إنشورانس أو برسل إنشورانس الوحدة أوكي وفي واحدة تانية لـ C اللي هي بتاعة الشغل 1095C وفي اللي هي 1095A اللي هو cover California الناس اللي بتروح تدفع فلوس بيحصل مشكلة في حاجة السنة دي برضو طبعاً كالموضوع الإنشورانس ده لازم نسأل عليه طبعاً الفورما وممكن ما تفتحش أقول لك ده بتاع الإنشورانس يس أوكي ف1095A أوكي لازم لو أنا بعت التاكس ريزيرن للشخص وهو عنده 1095A وما بعتهش حتيجي الـ IRS تبعتلي الجواب على طول أوكي مش هتستنى بقى سنتين وبتاعه وكلام ده لا على طول فوراً على طول تقول لك إيه عايزين 1095B 1095A وعايزين الفورما اللي هي 8962 اللي هي بتبقى supported ل 1095A وعايزين قبهم الجواب وبعتهلنا أزروايز هتفضل حالة بتاعتهم متعلقة وهم تيدوا الدسيجن أوكي وتفضل متعلقة كده يعني لو ليه رفند مش هيرجع مش هيرجعوه يه ها فدي مهمة الإنشورانس إن كل واحد ما يكون ومهم جداً يكون عندهم إنشورانس السنة دي بارته يعني الناس اللي هي الإنكم بتاعها بيزيد لازم يكون عندهم الإنشورانس أكيد أكيد طيب لما بيكون عندي تغير في الحالة الستويتشن بتاعتي تغيرت اتجوزت جالي طفل أب أو أم جم من مصر وعاشوا معايا الحالة تغيرت بس الحالة تغيرت قبل ما أدخل في الملف بتاع التاكس بشهر باتنين بحاجة بسيطة مهمش ده يدخل أوكي المولود الجديد اللي جاء فيه ديسمبر تيري فرست وتولد ديسمبر تيري فرست يعتبر كأنه قاعد مع الوالدين طول السنة أوكي والشخص اللي توفى جانيوري فرست يفضل قاعد معهم طول السنة أوكي نقطة دي مهمة لأن كتير سألوني فيها وأنا الحقيقة معي الشرط بيقول قالولي يعني أنه الأولاد لما بيبقوا في الآخر ما بتتحس بشهر أو اتنين أو ما بتتحس بش كأنه ما جاش في السنة دي لا لو تولد في ديسمبر سيري فرست يتحسك أنه قاعد مع السنة كلها أوكي فبقوا معيلة تلاتة لو طفل تاني بقوا معيلة أربعة وهكذا لو في حد من الأسرة جه من مصر وهو ما عندهوش ورق وهذا الشخص أو هذه الشخصة تعوله وضعهم إيه في الدرائب بس لما عندهوش ورق ما ينفعش جايين زيارة أو جايين يعودوا أو لا لا مرهوش معهمش نعم مقدرش أحطهم على تاكسيس أوكي يعني هي لهم أيوة أوكي عشان تكلم ذا أيوة يعني ممكن أنا أكلم مي مام أوكي وهي مش قاعدة معي بس معها سوشال سيكوريتي وقاعدة ليجل هنا بس ما تكونش برا البلد تكون قاعدة موجودة هنا أوكي موجودة في أي حتة في كاليفورنيا أو في أمريكا كلها بس أنا صبرت هنا مثلا يس أوكي لازم تكون لها رولز برضو سبورت يقوليها على الإنكم بتاعها عندها إنكم اللي ما عندها إيش كل دي ليها رولز أوكي لو أنت سبورت ليها سوري لو أنت سبورت ليها لبابا أو لماما واتيفر هالكل اللي أنت بتصرفه هي خلاص دخلت وإحنا قلنا إحنا تقريبا كلنا عارفين أنه أي شخص بيدخل أنت بتبقى سبورت ليه تقريبا بيخصم أربعة ونص أو حاجة كده من التوتل بتاع درايبك أربعة تلاف مش بيخصم أربعة تلاف وخمسين بيتخصم من الإنكم مش الدرايب بيتخصم من الإنكم حال فبتتحاسب عليها لكل بيرسون يس هل كل حاجة بقى بتصرفها عليه؟ بتجيب له حاجة حلوة بتفعله في الإيجار بتجيب له عرب أيا كان ما بتدخلهاش في التاكس؟ لا لا خشش خالص خشش خالص بس بيتخصم الحاجة البسيطة دي وبعدين فيه مثلا اللي هو سينجل شخص سينجل وحيب بقى هيدو في هاوسهولد إنه هو تكل منهم والإنكم بتاعه وهمت ما عندهمش إنكم مثلا والإنكم بتاعه هي سبورت ديم فده بيبقى الحالة بتاعته من سينجل لهيدو في هاوسهولد ممكن تتعامل في الوالدين ممكن تتعمل في النفي والنيس ممكن تعمل في البرازر والسيستر بس ليها رولز برضو كل حاجة ليها رولز عشان كده الأفضل إحنا نسأل محاسب لأنه لو لنا حق كويس ولو عندنا أخطاء أو حاجات ما نعرفهاش جيد إن إحنا نعرفها وما نقعش في حاجات أو مشاكل مع الإيرس معايا يا تليفون من بعد إذن حضرتك سؤال ليك ألول أستاذ مرؤس مساء الخير مساء النور أهلا ليك مساء النور كل سنة وأنت طيبين بمتاعي تيامة وأنت طيب وأنت طيب وبصحة وسلام تفضل سؤالك سؤال عندي الله يخليك سؤال بقصد الله السود ألو أيوة مع حضرتك تفضل أكثر قصد من الأغراض أولا أنا عايش في سياتل عايش فيهم أنا بحصل على بنت يا سانية واحدة عايش فين تانية أستاذ مروز أنا عايش في سياتل في سياتل يا بحصل على بنش وعملش ما بعملش طويب ما بعملش تاكس يعني ايو اهلا مساء الخير لا اكفي ايه ده انا خلاص سوريا لا اتفضل يا السيد مروس انا باخد بنش يس معاه الشهري ما بعملش مش بعمل ما انت حضرتك لو بتاخد بنشان وبتاخد سوشال سيكوريتي بقى عندك ميديكير انا ما باخدش بتاخد بنشان بس بنشان بس طب صلنا حضرتك زادة عن السيكسي فايف ايوة اوكي يبقى فيه سوشال سيكوريتي برضو ما هو المتة اللي انا اشتغلتها كانت قلب اربعة سينين او خمس سينين اه حاجة بسيطة ايوة سوري والبنشان المنصي اللي بيدي لك اديه اللي بيدي لك اديه اللي بيالي انكم شوالي بعد خصم المحام اولي 3600 طب ما 3600 وانت عندك لو انت حتى سينجل عندك اجزيمشن الستاندرد دي داكشن 6300 مش مش هتدفع ضرائب خالص عليها حتى انا كنت باخد اوبانا ما هو الميديكار ما هو الميديكار بس بعد 65 لغو لغو عشان يبقى المفروض يكون عندك ميديكير يس المفروض لو انت مثلا ريزيدنط او سيتزين وبقى لك مدة بتشتغل هتاخد ميديكير عند سن 65 دا بيوصف دا بيبقى social security لا مش social security نو انت تروح ال social security office عشان تاخد ميديكير والمفروض يطلع لك جزء صغير حتى انا معرفش انت اشتغلت كم سنة اوكي خمس اه خمس سنين اما انت لسه ما كملتش الكريدت اللي هي العشر سنين اللي هي الفور الفوري يونت يس اوكي الزبط لازم تشتغل عشر سنين كل سنة باربعة يونت اوكي فالفوري يونت اوكي دا هي اللي بتاخد عليها social security بس في الحالة دي ممكن يدوك حاجة تانية اسمها SSI يعني ممكن تروح لل social security السI السI يعني ممكن تاخد حاجة تانية السI هي عبارة عن بعد اذن الاستاذ ميلاحية يا اما معاش يا اما benefits بتتعالك الحكومة بنافت فالمعاش انت مش هتقدر تاخده لانك ما كملتش الاربعة كورتر او الاربع وحدات اللي المفروض تشتغلهم لمدة عشر سنين يبقوا اربعين وحدة انت ما تمتش دا ما عملتش دا فالكن ممكن تاخد حاجة تانية اسمها بنافت حكومي هي SSI برضو طالما تميت خمسة وستين سنة وطالما انت ريزيدن بس البنشان اللي بتيجي لحضرتك اه هي بنشان يعني جاء من اللي قد انت عندك اه بنشان بلان في الشغل في الشغل اه 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 وده بعد كده عند السنة بتاخدها انت بعد كده بتسحبها او المفروض تدفع عليها تاكسز بس it's not taxable anyway يعني لان لو انا بحسب مثلا حتى لو هي 6000 دولار في السنة 6000 حشين منها حتى لو 10000 كمان اوكي حشين منها 6600 لو حضرتك سنجل وحشين منها 4050 ادي العشر تلاف راحه خالص فهيبقى taxable income zero فمش هتدفع عليهم تاكسز اه انا بقول لحضرتك انا باخد شهر حوالي 3600 دولار بعد المحاكمة كم 600 دولار اه ما هم دول الله 3000 كم كم حضرتك 3000 اه 3600 يس يس اوكي ده pension ايوة اوكي طب دي كانت pension كويسة بقى معنك انت اشتغلت مدة صغيرة اوكي في الحالة دي ات لازم تعمل drive و لازم تدفع عليها تاكسز كمان لا الرجل بتاع الدرائب ما بيعمل ليش درائب هده اكتر معهم فهذا لو المعلوات اللي انا عندي اللي انت بتعمل 3600 اوكي اوكي يعني انت بتكلم over 42000 يبقى لازم تدفع درائب عليها و الا انت انت بتاع دي ات كترس ايرا ولا تردشها ايرا ولا ايه نوع البنشن اللي معاك وكان اصابة عمل اصابة عمل اصابة عمل اه 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 ده اصابة عمل ده موضوع تاني ده موضوع تاني خالص برا التاكس اوكي ده ده نان تاكسابل خالص اوكي اي حاجة اللي هي اه بتاع ده وركة اسكمب والحاجات دي ات واصابة عمل والحاجات دي اتس نان تاكسابل اوكي يعني ايه سؤال حضرتك سؤالي هل من حقه بعد كل اللي قاله ياخد ميديكال انشورنس المفروض طبعا المفروض انك تاخد طبعا ميديكال انشورنس ياخد ميديكال انشورنس تاخد ميديكال انشورنس ربنا معاك والف سلامة وان شاء الله تاخد ميديكال كل حاجة هتبقى كويسة بإذن ربنا بس اللي أنا عارفة انه بعد الستين بياخد ميديكار مش ميديكال بعد سوريا الخمسة وخمسة خمسة وستين خمسة وستين ميديكار 65 بصرف النظر يعني هو بس وعشان لسه ماكملش اليونت بتاع بس برضو بيدوهم بيدوهم ميديكال بارتي ايه و بارتي بيه يه اوكي اللي هو المستشفى والدكاترة والفارماسي ما اتفعوش حاجة اوكي لحد كام اقدر اخد ميديكال اللي هو بالنسبة لل لو شخص واحد ستاشة للانكم احنا اتفعونا ان الميديكال انكم لو شخص واحد ستاشة الف السنة دي السنة دي لو سكستين سامسنج وبعدين لو شخصين انا جاب الجدول معايا almost 22 بس هو 21.9.84 ثلاث افراد 27 اربع افراد سيري 3.4.66 وبعدين خمس افراد سيري 9.206 وبعدين لغاية 113.640 ده بالنسبة لخمس افراد يعني فبتوين بنقسمها الاربع اجزاء الاربع مثلا ده يدفع so much لو معها خمس اولاد مثلا سيه مثلا عمل ايه عمل خمسين يبقى يدفع مثلا للعيلة كلها ده لو كافر كاليفورنيا يدفع مثلا اه 100 دولار لما لو جه وصل لغاية 100.000 الفاميلي وصلت لـ 100.000 اوكي يقول له لا انت كنت بتدفع على 100 دولار بس مفروض تدفع على 300 دولار ياخدوا من الفلوزي بكتاني اه يرجعوا ياخدوا يعني اقل من كده يعني خلاص 16.243 بسينجل يخش ميديكال على طول اوكي اللي هو الارجست بروس انكم بتاعه اوكي يخشوا ميديكال اقل 27.7.25 ثلاث افراد يخشوا ميديكال and so on فهم تعملينها على الخامس بغاية خمس افراد اوكي وتفعر اللي بعد كده والماكسيموم انكم عشان يخش كافر كاليفورنيا 113.640 بنسبة لخمس افراد جود اظن دي معلومات واضحة جدا وده الموجود يعني محدش يقول ده قليل ده كتير ايا كان وده القانون فيه سؤال جاي لحضرتك بيقولك ايه الحاجات اللي انا احتفظ بيها كاوراق ايه صلات علشان تنفعني في التاكس يعني مثلا تيكت بتاع مش التيكت الايصال بتاع الجاز الجاز لما بحطي جاز في العربية او لو ما على حسب نوع الشغل ايه اللي بتشتغليه ما قول لها بقى يعني او قول لنا ده ايه اللي يقدروا الناس يعني مثلا لو انا مثلا بروح الشغل رايح جاي ما ليش اللي انا احتفظ بجاز ما لهش اي معنى انما لو الشغل بتاعي اول زا تايمون زا ستريد برا زي بتوع السيلز بيرسون وزي مثلا لو هو كان بيتفع من نفسه يعني الشغل ما بيتفعله هايش اوكي وهما بتاع اوبر اللي بيشتغلوا على اوبر وعالتاكسي والحاجات دي لازم يحتفظوا بالحاجات دي اوكي انما لو اي شخص عادي مش هحتفظ بالحاجات البرسون الابدا يعني مثلا كل حاجات البرسون بتاعت البيت فيه ناس بيلولي ايجار البيت وبعد انو الجاء والحاجات اليوتالي بتاعت البيت كل ده انا ملايش اي معنى خالص تستعمل في حاجة واحدة بس وانا افضل استعملها للناس اللي رينتي ده هون وبيستعملوا البيت اذا بيزنس اوكي في الحالة دي يحتفظوا بالحاجات دي ليه بيقولوا مثلا الارية اللي انت بتستعملها قد ايه من البيت اوكي وانت بتدفع رينتي سو ماتش يبقى الجزء بتاع البيزنس ده بنقسمه على بنضربه في الراشي بتاعه اوكي وبنخصم كل الحاجات دي في الحالة دي بيحتفظ بالحاجات دي اوكي لو هو بيستعمل البيت اذا بيزنس بس انا افضل هو يعملوا اذا رينتل اوكي لما يكون رينتل هوم نوت اون دا هوم لو هي اون دا هوم لو هو اخد الجزء بتاع الانترست اوكي يعملوا من اسكادوال سي طب ما فيه جزء تاني اللي هو حيتشال من اسكادوال اي بتاعه اوكي اه فيه فرق سوشال سيكوريتي وفيه فرق حاجات اوكي بس انا افضل يعني اعملها على في الحالة دي اتحطها على اسكادوال اي طيب عندي سؤال كمان حد بيقول لحضرتك ده ده في الكنترول ام حد كان مرتبه يعني بيصلح ليه الميديكال طيب خلاص هو اليجابول للميديكال مرتبه زاد زاد يروح يكلم الميديكال يروح يكلم الميديكال يقوم يستنى السنة الجاية لا 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 ما يستنى السنة الجاية بقى حيتفحهم في التاكس السنة الجاية يعني فورا يبلغ ما احنا قلنا قلنا حيتفحها في التاكس السنة الجاية يبلغ فورا أما أجي أعمله 2017 حاوله أنت المفروض كنت ميديكال وحتدفع الفعل طب الميديكال ما بلغهوش هو اللي يبلغ مش الميديكال اللي يبلغ يعني مش الميديكال اللي يقوله اطلع أو خليه الشخص اللي يبلغ يبقى إحنا لازم نبلغ لو في أي تغيير في الستيتس بتاعة الحالة بتاعتنا بدلا ما يجي أو يستنى ويدفعها أخي السن لو هو عايز يعمل كده يعني فيه ناس كتير أو بتدفع فلوس كتير الكلام عن الدرايب والبيوت برضو مخلص والأسئلة كتير لكن الوقت حيجري بيه وفيه موضوع مهم جدا احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيه وهو قانون فاتكة قانون ده قانون معقد بالنسبة لكل العرب اللي جايين من دول تانية مصريين أو غير مصريين وهم مش فاهمينه أو كلنا مش فاهمينه ومش فاهمين ايه البنالتي اللي حتقع علينا يعني ممكن تصبنا لو ما فاهمناش أو لو ما بلغناش ايه هو القانون أولا هو الناس اللي عندها فلوس طبعا احنا القانون بتاع الدرايب هنا بتاع أمريكا يقولك if you are resident او citizen والليجا لو قاعد هنا يبقى كل الانكم all over the world اوكي من اي حتة في العالم جايلك لازم تحط في الانكم تاكس ولو دفعت عليه درايب هناك بتاخد ايه foreign tax credit لو دفعت عليه درايب في بلد برة امريكا بتاخد foreign tax credit اوكي في اي انكم نوما ترد لو انا عندي مثلا بيوت وعندي مثلا حاجة بقى اتجارها في مصر اوكي لازم اثبت ان البيت ده اوكي بيجيب لي ايجارة دي كده so much والايجار و ليه بقى في الحالة دي اتوحطه على الانكم بتاعي وادفع عليه تاكس اوكي لو انا دفعت على الانكم ده تاكس هناك في مصر بيدونا income tax credit اوكي زي برضو عندي كذا كذا client بره في يوروب برضو بيدفعوا تاكس وفي السويسرا بيدفعوا تاكس ويجبوا لي income tax credit بتاعهم والحاجة دي وبنعمل لهم من تاكس اي انكم من بنوك في مصر البنوك دلوقتي يشموا بس ان كنت في اي دولة بر يقول لكم ليلي زي عندنا هنا يقول لكم لي ال W9 ال W9 دي اللي هي فيها الاسم والانوان والsocial security بتاعك وبتمجي عليها تبعاتي تدي ال W9 للبنك البنك على طول لو انت تلعتي interest مثلا ايه 100 الف جنيه اوكي هيبلغ ال IRS بيبلغ ال IRS انك انت اخدت 100 الف جنيه اوكي مصري ويبلغوا ب 1099 اوكي يعني هيديك 1099 وحيبلغ ال IRS هنا 1099 ده البنك سي انت بحط تهشف الحس في البتاع ده البنك هيبقى عارف وبنحول ال 100 000 دي مثلا لو اي بتاع بنحولها في يوم 31 ديسمبر من كل سنة اللي بتاعة التاكسابولير يعني مثلا بقول الفاليو بتاعتها قد كده يوم 31 يعني نغير من المصري للدولار يوم 31 في السنة سي مثلا انا عندي عمارة في مصري ومأجارها اوكي ومعملتش كلم للحاجة دي خالص وجيت بعتها وجبت الفلوس رح تحطتها في الحساب عندي ايه اوكي جاء تحويل من مصري او تحط تصمي في الحساب بتاعي هصلي قدت على السنة دي بياخدوا البنك استيتمان بتاعتي البرسونال كلها اوما طبعا تكونوا عارفين انت عندك كان بانك اكاونت كل حاجة بياخدوا البنك استيتمان بتاعتك وبيحطوها وبيجمعوا الفلوس ويشوف الفلوس دي جاي منين لو انت ما عندي كش تكسب الانيشن لها تبقى تكسبه على طول كلها انما انت بقى المفروض كنت ايه لو انت بتحطيها كل مرة بتقول انا عندي الانقام الفلاني اوكي وطبعا لما تحوليه بده راحي بقى حاجة بسيطة وجيت بيعتها فبتدفعي كابتال جين على الفرق البيزيس بتاعتها ماينس عادت تدفع على الربح بس يعني اوكي انما كده في الحالة دي حيقولك ادفع على كله على المتين الف كلهم مثلا لو جاي انت بيعت الحاجة بمتين الف يقولك ادفع على المتين الف كلهم اوكي بحيقولها في الاجسيبليشن ليه ما حتتهاش في التاكسس قبل كده اشتريت يا امتا وبعت يا امتا هو مال وديف مال لا لا حتى وهو قانونهم كده ملناش دعوة قانون بداحهم كده هنا اوكي يقولك بتكسابي من اي حتة مدام انت عايشة هنا اوكي وبتعدي كل حاجة هنا وعايشة كل حاجة هنا اتفعيلنا التاكسي بتاعتنا طيب الناس اللي جايين وهم ريزيدنت هنا اه انا عايز اقول ان 50% منهم عندهم معاشاتهم معاش بينزل اوتوماتيك على اكاونت في البنك بتاعهم هذا المعاش لما يتحول بالدولار ممكن يبقى حاجة بسيطة جدا لكن اصلا ده معاش يعني ده مش اكاونت هو فتحه في البنك وعنده بيزنس وبي لكن ده فلوس معينة بتدهاله الحكومة كمعاش نظرا لانه برضو اي انكم من اي حتة يتعمل زي المعاش بتاع كندا طبعا هنا تكسبوا برضو اوكي المعاش بتاع كندا الناس اللي هم تكنوا في كندا وعندهم معاش وجم قاعدوا هنا بعد كده ما هو انكم اوكي انكم انكم على اصل الفلوس ولا انكم على طبعا المعاش التوايد اللي جات من وراء الفلوس دي لا ما فيه سوري لو انا دلوقتي عندي في البنك 100 ألف جنيه المئة ألف جنيه بيطلعولي 120 جنيه مثلا في الشهر ده اللي هتدفع عليها درايق اللي هي 120 جنيه اللي لما تتحول لدولارات تبقى 20 ولا 25 دولار مثلا يعني فال25 دولار دول أدفع عليهم تاكس طبعا لما أدفع عليهم تاكس هتحاسب بفكرة انه برضو هيجيني انكم من تاكس ده اه طبعا زي زي مثلا انكم بتاعك زاد انفستمنت انكم لوحد مثلا عنده مثلا كمية كبيرة وهنا بيشتغل لسه يعني جاي من مصر جاه كبير وعنده مبلح كبير اوه في مصر وسهيبه في مصر ووصل الانترست بتاعه البنك وصل الانترست بتاعه 3600 وصل 3600 دولار وهو عمل مثلا هم فامني من أربع أفراد هنا والمفروض يرجع له في الآخر وعمل 20 ألف دولار المفروض يرجع له 7000 دولار ريفاند لو جاتل الورقة دية من مصر على هنا اللي هو عمل 3600 دولار سواء دولار انت لواشي بتحسب بالدولار بالدولار 3600 دولار هتروح كل الفلوس دي منه لان عمل انفستمنت انكم مورزن 3600 اي think 3650 دولار يعني الاماونت دي لو هو وصل لها انفستمنت ما ده انفستمنت انفستمنت انكم النوع الانكم الانكم مختلف فصل فده انفستمنت انكم فالانفستمنت انكم ده هيضيع له الكريدت اللي بيجيله والإرند انكم كريدت واللي تشال تاكسي كريدت كل ده بيروح أوك أو الإرند انكم كريدت كله بيروح أوك أوك بس طيب في حد بيقولك how about if i have an area ايرا 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 اكاونتد and didn't send me any form what should i do ما بيبعتلوش يعني بيبعتلوش يعني بيبعتلو فورمت بيبعتلو بس وحدة كل كورتر أو كل أو كل أو كل ست الشهور يبعتلو بس ال value بتاعتها ايه وفي آخر السنة دايما بيبعته ال value بتاعت الايرا بتاعتك so much أوك بلان دي لو هي تردشها الايرا أوكي هو بيحطها عشان يقلل التاكسيز على فكرة تردشها الايرا طيب نرجع تاني الفاتكة لو انا شريك في بيزنس انا مش بشغله انا شريك فيه انا اسمي موجود فيه بيزنس ده شغال في مصر الفلوس لما بتنزل بتنزل للشركاء كلهم حنقول مثلا شركاء في ارض شركاء في ايا كان whatever البزنس اوكي يبقى investment income دخل في investment income اوكي هو خلاص مش شريك ما بيشتغلش باسف بس المشروع اوكي فكلمة باسف ده تبقى انا حولت ال income بتاعه من ordinary income ل passive income اوكي باسف income يبقى دخلنا في ال investment income investment income يبقى في الحالة ديت بيتشال منه لو هو عنده كريدت هنا ووصل ال 3600 بيتشال منه الفلوس ديت اللي هي يعني ممكن يبقى 6000 بقى زيره بسبب دولار واحد اوكي بسبب دولار واحد عشان كده الفاتكة مهمة جدا جدا والناس تخلي بالها طيب ايه البنالتي لو انا دلوقتي ما معرفش ما عنديش فكرة اوكي ايه العقوبات اللي ممكن لو حصل لو حصل انه قدت للسنة ديت للسنة اللي حصل فيها الكلام ده اوكي او ممكن هو لو وصلوه من ورقة دي وهو ما حطهاش في ال income تاكس بتاعته حيبعتله جواب ضروري الار اس اوكي ويغضوا منه الفلوس باك ده اللي قلمت عليها في اول حلقة طيب افرد انه انا بلغت النهاردة وانا بقى لي هنا عشر سنين وما كنتش اعرف وكنت باخد معاش ولا كان عندي عقار ولا واتفر بس انا عرفت منك ودلوقتي هروح ابلغ ايه وضعي مع ال اي ار اس خلاص هيعتبر ان الحاجات دي مش عندك من الاول ابتدت موجودة من دراج زي ما واحد اشترى بيتفور انفستمنت اشترى النهاردة وخلاص هيعتبروها كده طيب ال اي ار اس الحاجة اللي بتحصل اوكي لما بيحصل اوديت ويكون بالانشيت اوكي يقولك مثلا انت عملت W2 سو ماتش عندك مثلا كوربريشا عملت منها سو ماتش او سحبت منها سو ماتش خلي بالك في فرق بين عملت فيها مثلا مئة الف وانت سحبت سبعين منها بتبقى موجودة لنا ايو درو سبعين الف منها اوكي بتبقى باينة في التكسيس بتاعت الكوربريشا فانا عملت سبعين وعمل W2 مثلا مية يعني مية وسبعين ده كل الانكم بتاعنا اوكي جيت لقوا في التكسي بتاعتي ما بيجي يحصل اوديت على السنة ديت اوكي سنة يقولك طب الانكم بتاعك اللي هو بانك استيتمان بتاعتك يجمعها لو لقى مية وسبعين اول حاجة ده البلانشيت الاول حاجة بيعملوها الاوديتر ايو اوكي لقى البانك استيتمان فيه فلوس كتيرة هيقولك دي منين ودي منين ودي منين ودي منين اوكي فمعروفة كده طيب سؤال مش مش هنقول سايكل هي سيركل اوكي ومحصورة من كل حاجة طيب سؤال جايلك برضو انا عندي المعاء احنا ناس كبار ما عندناش ما عندناش انكم هنا ما بنقدمش تاكس ناس كبار ادي ايه انا وانت انا وانت صغارين جدا اه ناس كبار ما عندناش انكم ما بنقدمش فايل التاكس وقاعدين مع ولادنا بس عندنا معاش ومحطط لنا في الاكاونت احنا ما بنصرفوش ايه وضعنا مع لايراس لا التاني المعاش ده جاي منين المعاش ده جاي من مصر وهم في الاكاونت بتاع في حسابهم في مصر هم اصلا مش بيستخدموه كمان يبلغو وهم هنا ملهمش فايل ما بيقدموش تاكس ما بيشتغلوش وناس كبارو اه هو لو في انكم كبير لازم يقدمو ايه ولو الفلوس دي بتعمل تاكسيز بتعمل فوايد والفوايد دي برضو تزيد عن لو هو اتنين مارد مثلا عن 12600 لازم يقدمو اه اه لكن غير كده يعني هو المفروض يعني الموضوع ده كله عشان الانفستمنت انكم انفستمنت نكم بتدفع لي فلوس اه اوكي وبيشيل منك لما يوصل الى 1600 بيشيل منك الارند انكم كريدد الحكومة بتديه عشان الاولاد الصغيري اه يعني سيه مثلا واحد ماشي من مصر سنة 2000 او 2011 مثلا يس ومعاه فلوس كتير اوكي والفلوس دي بتعمل بتاع ده وعياله صغيرين وجوم هنا ومشي وجوم قعدوا هنا لسه ما يشتغلوش لسه ما لاتبوش نفسه اي وشغالين حاجة بسيطة فبيرجع لهم فلوس اخر السنة ده نظام الحكومة هنا التاكسي بتاعتها كده اوكي ما ساعة لما بيجوا ياخدوا تاكسيس طب دي نظام الحكومة كده طب لما يجوا يدفعوا ما نظام الحكومة برده كده اوكي هو ده السيستم ماشي كده اوكي اوكي فعشان كده بنقول هما دلالة نظامهم ان اي انقوم من اي حتة في العالم اوكي لازم يتحط في الانقوم تاكسيس اوكي وهو حيرجع لك برده اوكي دي المهم يعني اي فلما نكون الشخص اللي جاه بالعيلة بتاعته دي وعنده كان في مصر ومبسوط وعنده فلوس كتيرة في البنك اوكي لما مضاش ال W9 ديت هو طبعا المفروض انه متى الوقت يحطها لما مضهاش مضهاش مش حيبان حاجة خالص مش حيبان ال IRS هو فين بس هو المفروض يحط كل حاجته جوه اوكي 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 لما حبي ما يحبي يحول الفلوس ديت مثلا عايز يحول الفلوس دي باك هنا يقدر يحولها هو ايه يعني مرتاح يقول لك تكسب ولا لان تكسب ولا حيحصل لأودت مش حيحصل لأودت بدي لأسئلة كتيرة قوي 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 الناس بتسألها اوكي اللي جاي من مصر ايه القودت اللي هيحصل له ايه اللي يقولك حيجي لي قودت حيقولولي فلوس دي جاي منين طب تكسب ولا لان تكسب ولا لان تكسب ولا اوكي بس يعني طول ما هو ممضاش دي نقطة حضرتك مهمة جدا طول ما هو في مصر ممضاش ال W9 مش صحة برضو خليناك اوكي احنا خلينا في الناس أنا لازم أقمن شوي الناس لا 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 أنا أعملها ممكن غلط أجا جيب الفلوس ديت هنا جبتها منين هقولك انسيفينج عندي في مصر وانت فكرك مش عارفين ان هم تبدوا 20% في مصر عارفين هنا عارفين كل حاجة ما عادش بقى 20% واتفر واتفر 10% اوكي في العالم كله ما بتحصلش يعني ايه اوكي اوكي عارفين اوكي عارفين هنا كل حاجة فلما واحد يكون مثلا عنده 10 مليون مصري هناك ويجي هنا ياخد عشان ياله صغيرين عشان هو لسه مرتبش نفسه فده برضه غلط ايه طبع فللي بيجي بيحصل المشكلة انا ممكن اه يضغط عنها دلوقتي طب لما يجي يجيب الفلوس ويقول لهم الله الفلوس دي كانت عندي وبدفع عليها اهيه والاندريست بتاعها اهيه وحطه كلمت في التاكسز فيش حد يقدر يكلمه فلوسي ودفعت عليها تاكسز لما كنت اشغال هناك بس في حالة انه في شهادات او في فلوس في البنك الفلوس دي بتكسب زي ما حضرتك قلت بيحصل لها فوائد 10% 8% واتفر ما بيدفعش عليها تاكسز في مصر التاكسز ممكن يتدفع على لو في عمل بيزنس ما بيدفعوش في مصر مصر دي ام الدنيا ولا بروبرتي تاكسز ولا سيرزي تاكسز ولا ولا الانترست الانترست كل الفوائد دي ما علي عايش تاكسز ممكن تبقى كمعات كبيرة والبلد عايشة وحلوة خالص عشان كده بقولك ومش عجبهم لا لا مش عجبها ايو انما احنا هنا بندفع على كل الهوى علي تاكسز المياه اللي بتشربها انت تبقى انت ماشي بتبقى انت تبقى انت تبقى انت تاكسز صحيح مايانان تاكسز الحمد لله بيشربونا في حالة ان انا عندي عقار وهبيع وهدفع التاكس على الفرق يعني القيمة اللي جاتني المكسب اللي كسبته يعني لو العقار ده انا اشتريته بخمسين الف بس انا بعته بمية هنا اقول لهم الفرق هو اللي ياخده عليه تاكسز لا ليه بيزيس ليه حاجة هنا يعني بالطريقة دي مثلا عندي بيت هنا هو ايرنتت ما اقره اوكي مش بتكلمة على كده اه ما اقرنا البيت والبيت لما بقى اقره البيت كتب كل سنة عملت دقيه وكسبت دقيه ايوة او خسرت دقيه ايوة في جزء من الخسارة الحكومة تقول لك لا انت المفروض ما تاخدهاش دلوقتي تتأجل يسميها باسف لوسيس اي اللوسيس دي متأجلة شوية اوكي اوكي وبعدين الحكومة تديني دي برشيشن على البيت حق الاستهلاك بتاع البيت البيت بيقدم فحق الاستهلاك فبخصم الامان وانت ديات من الانكم يعني الحكومة بخصمها من الانكم يعني سيه مثلا الانكم عشرين الف للبيت خسامته منه بروبرتي تاكسز وانترست وحبت اصلاحات ويطلت اذا قلت بتفحنة اوكي وبعدين بقولك يخصم كمان دي برشيشن كل ده بقدم اوكي كل ده بنقدمه فسيه مثلا انا اشتريت البيت بمئة الف اخدت منه دي برشيشن في مدة عشر سنين وسيه مثلا عشر تلاف دولار تبقى ايزي عشان نخليه ايزي اي يبقى البيزيز بتاع البيت لما اجاب بيعه تسعين مش تمن ومية تسعين اي اخدت انا فيه لوسيز ما اخدتهاش اثناء السنين دي كلها خمس تلاف اوكي يبقى البوك فاليو بتاع البيت ايه تبقى الار اس نينتي فايف ازود الخمس تلاف اوكي بيعته بمية وخمسين ايه سيبه الفرق ما بين نينتي فايف والمية وخمسين ده المكسب وادفع ليه كبتالجيه ده لو بيت رنتل غير البيت بتاعي اللي انا اعايش فيه انا بشتريه وبأجر بتأجريه اه وهنا بتعامل يعني هي حكتين بتتعامل اوكي بنقول انا اشتريته بمية الحكومة ديتني اثناء السنين اللي انا كنت قلت قلوني الهاوس عشر تلاف depreciation ايوة يبقى الفاليو بتاع البيت البوك فاليو بتاع البيت تسعين ايو اوكي فيه لوسيز انا ما خدتهاش على حسب قنون الدراج ما خدتهاش خمس تلاف دولار ايو فبقى الفاليو بتاع البيت البوك فاليو بتاع البيت خمسة وتسعين الف بيعته بمية وخمسين اوكي يبقى ادفع الفرق ده كابتالجين وأشيل منه الإكسبنسيس بتاع الكوميشن والحاجات دي كلها والإسكرو أشيلها واتفع على الباقي الضرايب كابتالجين طب أنا عايزة أسألك سؤال هو أنا لما الحكومة تديني لون مساعدة علشان أنا لو إنكام علشان أقدر أشتري بيت هو فيه برامج لسه طلع جديد فيه برامج قديمة أو اللي هي اللي بتحطي الثلاثة في المية أيوة النهار دا الحكومة بتديني اللون بتاع الثلاثة في المية دا وكمان بتديني لون تاني علشان الإسكرو والمصروفات يعني هل لما الحكومة تديني لون تاخد عليه تاكس وأنا حدفع اللون هدفعه من جهة تدفع اللون ها طيب بتاخد على اللون تاكس لا هو مش على اللون ما بتاخدش تاكسز على اللون لدى اللون دا انت بتخديه وتدفعي باقي تاني وانت بتخسمي بتاخد فايدة الفايدة ديت انت بتخسميها لا انت بتخسميها زي ما كلمنا في الاول خالص ما اي بيت بقى اي بيت عادي دا لون بصرف النظر هو لون بس بدلا ما بتاخد لون واحد بتاخد ثلاثة فيه انترست وفيه برينسبال احنا بنخسم الانترست بس ايو انترست وبرورفاتي تاكسز والميديكا الانشورانس اللي الناس اللي بتدفع ميديكا الانشورانس فيه ناس بتجيب التقاط الشمسية يا اما شركات بتعملها لهم فوق البيوت يا اما هما بيعملوها بيكونوا كواليفايت ان هما يقدروا يعملوها المهم انه علشان يوفروا الالكترك ويوفروا كمان هل الزيادات دي اللي بيعملوها في البيت التاكس بيزيد عليهم لا دا فيه تاكسي كريدت وده بيسمون نان ريفاندابول تاكسي كريدت سين مسلا انا رحت جيت حطيت سولر الاكترك سولر فوق البيت الاكترك سولر دا في حدود ايه 35-35 ألف دلار بيده 7000 ونص بيده 7000 ونص مين اللي بيدي 7000 ونص الار اس حتقسم لك 7000 ونص من الدراب بتاعتك هتقسم لك شفية فهر بين لما تديكي كريدت وبين انها تقسم من تقسم من التاكسي 7000 ونص وتقسمها المدة 5 سنين ممكن اوكي سين مسلا السنة دي انا عليها تاكسي 1000 دلار يخسمولي 1000 دلار بس اوكي لغاية ما تبقى التاكسي 0 اوكي سين مسلا انا عليها تاكسي 7000 دلار اوكي يخسمولي قدها على قدها السبعة ويبقى 0 اوكي يخسموها من التاكسي مش يدوكي ريفوند ده حيرجعلك ريفوند it's not refundable ده بيداقتد من التاكسي اللي عليك الانكم تاكسي اللي عليك اللي عايش لعه بالسوشال سيكوريتي تاكسي كمان سين مسلا انا عندي عندي بيزنس و it's a sole owner business يعني انا اللي اونت مش حطه under corporation حطه under my federal ID or my social security اوكي فبنحسب الانكم تاكسي الاول واشيد منه السولر سين مسلا عليها 3000 حيشولي 3000 بس بس مش حيشلولي ال 15000 بتاعت السوشال سيكوريتي تاكسي خلاص اقولك على حاجة وما تزعلش مني مش فاهمة عدها لي تاني معلش اخدنا على قد عالي عشان نبسطها خالص السولر اديني ارقام صغير لانه السولر ده ناس كتير سألتني وانا مش عارفة رؤية السولر it's not it's a refund deducted from the tax كويس it's called non-refundable 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 refund كويس يعني زاد سيمينك لو انا علي ضرائب يتخصم من الضرائب بتاعتي من الضرائب بس ما خدش فلوس ما خدش فلوس نو ما تاخدش فلوس في ايدك خالص فيه اوكي ده ما تاخدش فلوس خالص هل ده في حالتين حالة ان شركة تيجي تعملهولي او ان انا عمله بنفسي doesn't matter الاتنين زي بقى اه والمفروض شركة اللي تيجي تعمله ان الشركة بتبلغ اه اوكي ولو انا عملته ببلغ برضو اه مش كده اي حد لازم لازم يبلغ لها كل حاجة ولها القد بتاع ايه اوكي هل هي ميزة هل هي ميزة ايه طبعا ميزة هتوفى لك طبعا كهرباء اوكي ولو الانقم بتاعك زياد في يوم في سنة من السنين لها الخامسة دولات I think for five years يبدو الريفاند ده اوكي مش فاكر الحقيقة كم سنة بالزبط بس الريفاند ممكن يعني انا عليا تاكس سري ساوزان السنة دي يخصموا تلت تلاف اه لو انا عليا تاكس عشر تلاف وهم تبدوني السبعة ونص يخصموا السبعة ونص كلها يبقى انا وفرت السبعة تلاف ونص السنة دي اه طبعا انما مش هيقول لك ايه لا ده انت المفروض السبعة ونص انت معلكش درائب خالص اه فحيدوك سبعة تلاف ونص لا يبقى برضو مش حيدوك حاجة اوكي بس دي ميزة طبعا اه طبعا ميزة اوكي بس فدية دي مهمة جدا دية طيب معلش سؤال بقى لحضرتك الكريدت الكريدت فيه نوعين من الكريدت فيه نن ريفاندابل وفيه ريفاندابل كريدت الرفاندابل كريدت زي مثلا ارند انكم كريدت ده بيرجحولك فلوس ايه زي مثلا تاكس كريدت رجحولك فلوس زي الوبرتونيتي تاكس كريدت بتاع اليدوكيشن اوبرتوني تاكس كريدت يرجحولك فلوس كويس فيه اللي هو الحاجة جديدة بتاعت اوباما دي اللي هو اللي بيدفعوا زيادة اوكي اللي هي البريميام تاكس كريدت يرجحولك فلوس انك انت دفعتيه فدي فيه فلوس بيرجعوهالك التانيين اللي فوق دولات ما بترجعش الفلوس اوكي يبقى الادشن بترجع تاكس كريد بيرجع عندي الـ Premium تاكس كريد بيرجع عندي الـ Earned Income تاكس بيرجع عندي الـ American Opportunity تاكس كريد بيرجع عندي لو أنت دفعتي فلوس طبعاً تاكس كريد بيرجع تاكس كريد بيرجع عليك فلوس في فرق ما بين فلوس رجعت لك وفي فرق يقول لك تاكس كريد بيرجع بس الفلوس اللي رجعت لي هي أنا معرضة على مدار 3 سنين قد أنا أدفع تاني يعني اللي رجع لي يتقال لي لا أنت عليك بالزبط ربما في سؤال لحضرتك السؤال بيقول أنه أنا عندي عيادة أنا طبيب وعندي عيادة وأنا مش بشتغل في العيادة بس العيادة مشها هل ده بالنسبة لي Income هي باسمي بس بس أنا مش الدكتور اللي فيها أنا هنا أعتبر Income أما الدكتور التاني هو اللي شغاله واخدها طيب ما واخدها مش بيتفعله إيجار ما بيتفعلهش فلوس ما بيتفعلهش أي حاجة لو ده جاله Income إنها هيبقى Income لما ده الوقت أي Income طب حضرتك قلت لي من شوية إنه لما بيبقى فيه W9 l-IRS بتشوف بتعرف 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 طب في العقارات أو في البزنس الصغير بتشوف من فين ما بتشوف لما بتجي تبيع الحاجة أنت لما بيبقى الحاجة وتحوليها على هنا وعاصل قدلت آه في حالة إن أنا حولت طب في حالة إن أنا معايا كارت ماستر كارت فيزا انترناشنال ما 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 نعوه في مصر دلوقت يعني إيه ما نعوه؟ يعني ما تيجي تسحبه في الكارت بتاع مصر ليه علمت بس ليه علمت كلام فاضي بسيط خالص يعني جد هو بسي هو المفروض أي إنكم يتحسب ما يجب أن يكون بس معلش سامحني إذا كنت بسألك في حاجات كده لا بسي هو المفروض يبقى يبقى وجود هي بسي لما ييجي في الآخر يحسبها قلت لها كلام فاضي هي بتأثر على الناس اللي معاها مبلغ كبير هناك وبيتطلع إنكم ولسه جايين ومعاهم ولسه صغارين وبيحيبتدوا حياتهم هنا من جديد أوكي وعملوا مثلا 18-20 ألف يرجع لهم 7000 أو 8000 دولار اللي هو الإيرنت إنكم كريد بلسة شارتكس كريد ويكون عندهم إنكم في مصر مبلغ كبير من الإنفستمنت إنكم فأي إنفستمنت إنكم أبتو سيري 600 ولا سيري 6500 سيري 6,650 ده على طول بيشلك كل الإيرنت إنكم كريد يعني باختصار أي حد عنده شقة عنده بيت عنده أرض عنده إنكم معين في مصر الأفضل وهو ريزيدنت هنا الأفضل إنه يبلغ الإيراس علشان يمشي قانوني يمشي قانوني ومودي للبورد إيكوريزيشن نمبر ومودي للأيريس نمبر وموجود عالكمبيوتر بتاعك نمبر فلازم كل ده يكون ماتشينغ يس أوكي؟ هو عايز يخليه ماتشينغ بقى يخليه ماتشينغ أيه برحتو طيب سؤال تاني لي الأكاونت والكريدت أنا دلوقتي عندي أكاونت في أمريكا وعندي كريدت وبدفع من كريدت كريدت مثلا الكريدت كارت البنك يميدي لك عشرين خمسين أيا كان أنت بتصرف من الكريدت وبتعيش وممكن تكون بتدفع من الأكاونت أو بتدفع للكريدت المينيمم بتاعت ووضع الـ IRS في الموضوع ده هو بيبص على الأكاونت بتاعي في الستيتمنت ولا في الكريدت بيبص فيه؟ في الستيتمنت البنك استيتمنت البنك استيتمنت اللي دخلك الفلوس أنا دخلي قد إيه؟ أي فلوس دخلت إكسبلينيشن لياه سيء مثلا أنا ما عنديش فلوس الشهرين الجايين دولت أو حصل حاجة ما عنديش وعندي كريدت كارت وراح جابولي شيك قالك تكتب الشيك ده وتحطه في حسابك قبل يوم كذا روح تحطيته أنا روح مسجله ده فلوس I borrowed from someone else يعني كأنها I borrowed from the credit وبدفع كريدت All interest اللي على كريدت non deductible non deductible بس إيه؟ لازم أقولهم إن الفلوس دي سيء مثلا واحد جات له فلوس من ورقة سكمب زي الشخص اللي هو بيتكلم ده فلوس من ورقة سكمب جات له مثلا 30-40 ألف أوكي؟ جاء له مثلا settlement insurance company أوكي ده non taxable بس لازم يكون برضو محتفظ بالورقة دخل أوكي؟ مدت 3 سنين filing taxes أوكي؟ مع 3 سنين يعني لازم أنا أحتفظ أنا عملت 16 خلاص ليه؟ لازم أحتفظ ب16 و15 و14 أوكي؟ 3 سنين في الورق بتاعي اللي هو ready file لازم ما يقدرش بقى يخش اللي أبقى على كام؟ على 13 دولار أوكي؟ طيب إلا في فراد لو حصل فراد الفراد لـ 14 years ممكن يعملك قدت على 20 years فراد لو في فراد لو أنا جالي فلوس دخلت في الأكاونت بتاعتي بس هي benefits من الحكومة يعني مثلا النتيجة أن أنا student النتيجة أن أنا عندي مثلا ADD نتيجة أن أنا SSI benefits خذت benefits معي؟ IRS برضو بتبصلها؟ لا 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 هي عارفة كل حالة هي فهمة كل الكلام ده مش هيدرها طيب أي benefit بالنسبة للطالب لسس أي ملعش benefit Social Security بس همت اللي عارفينها وطبعا Social Security الـ IRS عارفها بالنسبة لل school لما بيقضوا حاجة للكلية بتاع بيطلع لهم 2098 وبيقول لهم إحنا ديناكوا قد كده وأنتو صرفتوا منها قد كده أوكي؟ فبيقولوا أنت خدت قد كده وصرفت قد كده كله محسوب معروف بالزبط اللي بيبقى عنده Social Security ده مكشوف Social Security ودرايفي لايشنز وديتوا برس بتاعك خلاص حتى لو ما غير اسم كل حاجة هنا بالكمبيوترايز واضحة جدا ومكشوفة وما فيش داعي إن إحنا نتلاعب بس في الآخر برضو عايزاك تقول لي إيه البنالتي اللي ممكن تقع علي لو أنا زوخت من فاتكة زوخت من القانون ده بلو عرفوا عليك لو عرفوا طبعا حيقول ليك ما فيه هي بنالتي حيقول ليك التاكسل عليك سو ماتش سيبمسة عليك عشر تلاف دولار حسبوها واتفقتوا على عشر تلاف دولار واقتنعتوا في القودة بكده لما يجي يحصل القودة وتدفع عليها فوائد وتدفع عليها اللي هو الانتسو البنالتي يحسبو لك بقى من أول السنة اللي انت خدتها فيها اللي هي بيعملوك فيها قودت دي البنالتي لا رحمة لا ما فيه مع الار اس ما فيه ما فيه لو عندك بيت ممكن يحطوا لك لين عليه وعندك اكا وانت بيحطوا لين عليه وبياخدوا الفلوس ولو حاجة بقى الاستيت كمان من الار اس بتبلغ الاستيت بعدها بسنة تلاقي الاستيت بعتولك يقولك أصلاح حصل قودت في السنة دي من الار اس واتسي نوت ماتشنج واحنا برضو عايزين في الاسنة طب استاذ ميلاد حضرتك سيناريو بس الفراد في الارنت انكم كريدت وحش ما انا كنت عايز اعرف يعني ايه فراد يعني لو فيه فراد في الارنت انكم كريدت ده بتعودي عشر سنين لو انت قاله بل انت تخديم تاخدهوش اقاب اقاب وانا باخد بنالتي خمسون دولار طب انا هفترض مع حضرتك سيناريو كده ان الاستاذ ميلاد مثلا نزل مصر وبعدين وهو جاي لا ما جيتش بقى فاليني قعدناك انا عارفة انك بتحبها اه انا بسأله انت ليه بتروح مصر قال لي بحبها المهم يعني هفترض انه وانت راجع جبتلنا مثلا معاك عشرة او خمستاشر الف دولار وانت داخل في المطار بتسجلهم بتقول انا جبت عشرة جبت خمستاشر جبت عشرين واتفر هل الاي ار اس هتقولك انت دخلت امريكا عشرة تلاف خمستاشر او خمسين واتفر وانت بتعمل بيهم اي او دولفين لو واحد جاي كده هو مسموح للعيلة كلها في الطيارة مش بقى مش للعيلة كلها في الطيارة عشرة تلاف دولار ماكسيمو انه يخش بيهم من غير سؤال لو دخل بفلوس تاني انا فيه واحد جالي دخل باتي ايت ساوزن كاش وكتبها على الورقة وحطها في الحساب اوكي واشتغل في الاستراد والتصدير هنا اوكي وبعد كده جالوا اودت قال لهم الفلوس دي كنت جايبها معايا من مصر اوكي وكان لسه جاي جديد على فكرة ما يعرفش اوكي لا يعني مش موضوع ما يعرفش وقال الحقيقة اي يعني كان لسه جاي جديد يعني مش فلوس جاي فلوس ما لهوش دعب البلد هنا خالص اي وقال لهم الفلوس دي دعبها من مصر وادي الورقة اللي انا واخدها من المطار ما اتكلموش ما اتكلموش خالص يا لانه تاكيش جيرين ماني وكتبها في الورقة ويشافوها معاو قالوا له وورينا الفلوس وعدوها تعرف بيعدوها اي اوكي ومصدرها منين ومش مصدرها منين وبتاع وعطلوها انا فاكر بيقول لي عطلوني بتاعي ممكن تلات ساعات بس عشان يعرفوا مصدر الفلوس دي ويشوفوا وعملوا تشكه على الفلوس ويعطوها عشان ممكن يقول لهم انا جاي بأي تمانين الف ومات عشرين بس ويجي اشتغل بيوم هنا اوكي اه ايه الفرق يعني 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 ايه يقول لهم مثلا يعني ده هيشتغل بأكتر اه اه انت البلد يعني انت ما بتبقى سائح او بتبقى لسه جاي جديد البلد تاخد منه فلوس كتير اوي اصلا مش هيبقى سائح هو جاي بجاي برضه اول مرة يجيوا بالورق مع الورق بتاعه مهون دي فلوس لاخل البلد اه اني انا عايز اقول فلوس اللي بتدخل البلد لا موضوع الكاش دلوقتي انت عارفة الكاش هنا ميحبوش الكاش خلص والكاش هنا ملهوش اي معنى الكاش في امريكا هنا ملهوش معنى ماقدرش اروح اشتري عربية وكاش لازم تكون من بنك الماكسيمام حتى بكريدت كارد عشان تروح تشتري عربية او ليس عربية تدفع خمس سالف دولار ماكسيمام بكريدت كارد معرفش اذا كتناقصت ولا لا ده كلام ده من اربع سنين اوكي عشان ادفع بكريدت كارد عربية هي خمس سالف دولار ماكسيمام اطلع كاشرة شكل تلت تلاف ونص اي تنك الكاش جريم ماني اوكي فانا مايحبوش موضوع الكاش عشان موضوع اللي حصل موضوع الارهاب والهيصة دي كلها يخافوا من موضوع الكاش ده لكن ممكن اشتري لو معايا كاش هشتري اه معاك كاش تشتري لكن هو غير محبب غير محبز اه مش هتروح تشتري مثلا بيت وانتي معاك مثلا وانا معايا كاش طبعا يقولك انا معايا سمتين الف بس ما حطيت هيقولك جيتهم منين في الخزنة في البتاعة طب حطيتهم ازاي هتجيب لون ازاي اه عشان تجيب لون لازم تكون فلوسك في البنك موجودة ولازم يكون عندك كريدت ولازم يكون عندك وهيستري وعندك شغلة كبير مش الفلوس بس هالي حتمش اه اه فاذن انا في النهاية الملخص ان القانون فاتي كده لما يبقى عندي اكاونت في مصر بينزل علي فلوس والفلوس دي بيجيب فوايد وعندي دابليو ناين جوه البنك وانا ريزدنت هنا انا لازم ابلغ لانه اوتوماتيك حيروح للآي ار اس اوتوماتيك بيروح دي حاجة الحاجة التانية انه لما يكون عندي عقار او ارض او واتيفر وانا هبعهم والفلوس دي حدخلها امريكا يبقى انا المفروض الفايدة ابلغ برضو علشان ادفع التاكس بتاعتها لان ده هيفيدني ده مش هيدرني بالعكس تماما لكن اذا كان عندي شقة ولا عندي حاجة ومش هابعها وهي موجودة وعلى اسمي لا بتاكل ولا بتشرب زي ما بيقول ممكن سكند هو ممكن بالتاني وما فيش اي مشكلة فيه ده بالنسبة لقانون الفاتيكة الار اس متفاهم ده ان انا لما ادخل فلوس من مصر وانا جاي او ايا كان العيلة كلها زي ما حضرتك بتقول او فرد داخل ب 10 تلاف الماكسما مع 10 تلاف دولار وبيقول وبيكتبوا الدنيا بتبقى جيدة ومشي كويس حتى الان باختصار ممنع برضو تطلعي هنا تطلعي من البلد هنا ماكسما مع 10 تلاف دولار يه وانجي طلع لو طلعتي باكتر بيعضوها منك ومنصفر كيش وليه وبعدين يحصل بقى حاجة كتيرة جدا تانية اوكي يعني بتخشي في مشكلة كبيرة يعني وانا داخل وانا طلع انا مفروض ما زيتش عن 10 تلاف دولار 10 تلاف دولار للعيلة للعيلة قوانين الدرايب باختصار لم تتغير وكل الكلام اللي قاله ترامب حتى الان هو تحت الدراسة تحت الدراسة واحنا زي ماحنا زي ماحنا قوانين البيوت برضو لم تتغير والدرايب بتاعتها واضحة وعارفين احنا بندفع درايب على ايه وما بندفعش على ايه وما بيجلناش منها فلوس ولكن هي بتتخسم من الانكم بتاعنا فالدرايب بتالي بتقل وبالتالي اخر سؤال لما بيبقى في بيت سعره غالي جدا الدرايب بتاعته وده حد لشخصي يعني سأل السؤال ده الدرايب بتاعته بتكون اقل من بيت قيمته اقل يعني فلوسه اقل بتفعله قيمة اقل ودرايبه اعلى نو 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 هي مش كده كلمة على الهوم يعني على البيت على البيت انا بشتري هوم انا دلوقتي اشتريتهم اعاد فيه اعاد فيه اشتريتهم بمئة الف درايبي اعلى من اننا لما اشتريهم بخمسين الف ده يعني رقم بحاول اقرب بي لا سيه مثلا هنقول سيه مثلا واحد اشتري بيت من عشر سنين اي اوكي بخمسمية الف دلار فالدرايب احنا زي ما قلنا بتحاسب على خمسمية الف دلار اي مش على اللون على الفاليو اللي اشتريت بي اي وا مينة سبعة الاف حاجة بسيطة يعني اجزمت وبيضيفوا عليها اثنين في المية كل سنة جاء واحد الماركت فاليو بتاع الاريا عالي اشتري نفس البيت بتاعي زي اللي عندي بالزبط اوكي انا بدفع دلوقتي مثلا على خمسمية الف اللي عندي في حدود ستة الاف دلار في السنة هو اشتري البيت بتسعمية الف الماركت فاليو بتاع الاريا كتا فبيدفع على تسعمية الف انا بدفع ستة الاف وتلاقي هو بدفع ايه تمن تلاف ونص درايب اوكي اوكي او تسعة درايب خبرا على توضيح النقطة المهمة اوكي هو هو نفس البيت اه فهم قد بيحصلوا اما البيوت بتتباع كتير ده المصلحة طبعا الكونتي والاستيت وكله انهم قد بيحصلوا درايب مور روبرتي تاكسيز مور سيه مثلا الناس اللي اشتروا البيوت من تلاتين سنة اوكي بربين الف فونتين فاليو والحاجات دي دلوقتي الناس اللي بيتيجي تشتري البيت ده بيدفعوا درايب كلام فاضي ناس بيتيجي تشتري البيت وده بيئة هندر ساوزن دلوقتي يدفعوا لهم مثلا ايه تسعة تلاف دولار في السنة ايه وطبعا مين اللي يكسبان في الموضوع ده البيت هو هو وكل حاجة ايه ايه الكونتي والبيت داع بس احنا بنستمتع بشوارع نديفة اوكي مدارس نديفة اوكي كل حاجة نديفة المستشفيات برضو يعني ما تيجي تكرنيها من احنا ما ناخدش اي حاجة من الناس اوكي هتلاقي كل السيرفز ده بقى وحش يعني مش هتلاقي الشوارع اللي نديفة والحاجة دي كلها نديفة من التاكس من التاكس ازي الناس بتدفع اوكي ما هو التاكس ده دوره انه هو يخدم المجتمع سيه مثلا العربية مثلا انت اشتريت العربية جديدة اوكي ده بتدفع عليها سيلزي تاكس دلوقتي اللي هي مثلا على حسب الستي سيه مثلا عندنا هنا سيفن توبين سيفني فايف قولي ايت برسنت عشان من اواتش ايت برسنت تدفع عليها ضرائب تاكس روح تبعتيها بعد السنة ايوة انت اشتريتها باربين الف دلار بعتيها بعد السنة بثلاثين الف دلار الشخص اللي بيشتري ده اوكي بعد السنة هيدفع ضرائب على تلاتين الف دلار مش على اربعين لا مش على تلاتين بس يعني هو دفعت كتيرة بقى يعني حصلوا فلوس العربية تاكس بتاعتها كذا مرة اوكي ده ما بيحصلش في اي مثلا في مصر مثلا ايو اوكي ما بيحصلش بتبيع العربية بتبيع العربية بتاخد لكم الكاش كده عشان تتكاش وتتدعي له خلاص فيش ضرائب انفورف بيبقى في الموضوع ده او بس المرور بياخد ضرائب و احنا مستفدش منه انا دي ايزا كأنها بس كانان فادي حاجات بسيطة حاجات بسيطة استاذ ميلاد يعني الاعداء مع حضرتك ممتعة انكي او والمعلومات الواحد بيبقى بس الحلقة بتجري يعني انا النهاردة كنت عايز ارحمك واخلي الحلقة وقتها قليل لانك تعبان وده مجهود عليك كان لازم ترتاح ومع كده انا ما قدرتش بسامحني بس المرا جاي بعزين بقى نتكلم في حاجات النساء لانديها حاجات كتير اه اوكي اللي عندها فلوس كتير اللي عندها مثلا 왜 business كتير وما بيشتغلوش ولا بيشتغلو اوكي نتكلم في البزنس اوكي يعني في البزنس وعندهم مثلا الحاجات ومسلا بيشتغلو هما زي involver في الشغل ولا زي not involved في الشغل فاكرتيني ما انت قلت في مصر ما بيشتغلش ما اقل حكته بس ما بيشتغلش او عامل درعياته من ديع الواحد بس هو ما بيشتغلش بس بيجيله جزء منها كأنه مأقل البزنس بتاعه فهنا مثلا لو الحاجة ديئت برضه ولو الشخص ده بيطلع له من البزنس فلوس وهو ما بيشتغلش فيه ايه هي الرولز بتاعته ايه هي الترائب بتاعته دي معلومة مهمة جدا ويمكن هنا احنا اغلبنا او اكترنا بنفكر دايما حتى ولو نعمل مشروعات صغيرة والمرة الجاية هسألك عن المشروعات اللي مش باينة زي عن نت زي ان انا بعمل شوية بيتيفور وبوزعهم جوة البيت زي ان انا بعمل بخيط زي بعمل التريشن الحاجات دي ازاي هتفعلها تاكسو وإيه فايدة ده بالنسبالي فيها حاجات كتيرة ممكن نكلم فيها كتير عشان الناس مثلا همت عندهم ما اشتغلوش في ناس بيروح يشتغلو كاش وده غلط وانا وردتهم السنة دي الفرق ما بين ما هو يشتغل كاش وما بين ما هو يشتغل اوكي عادي خالص بدابيتو بيخافوا لان الانشورنس يتشال منهم وده غلط ده غلط الانشورنس غالي غالي جدا عن الناس بس برضو الناس دي هتفضل وقفة مكانها اه اوكي وما بيستعملوش الانشورنس على فكرة ما هو احنا بقى ما بيستعملوش الانشورانس يعني الانشورانس مش مستعمل كتيرة جدا نسبة ممكن تقولي 60% منهم ما بيستعملوش الانشورانس هو طبعا التاكسل وفوايد كتير وإحنا بإذن ربنا يديك بس السحة معنا يعني تسمحنا أن احنا نطلب منك حلقة تاني نتكلم بقى عن نركز في الموضوع ده ممكن نركز في الحاجات الكبيرة مرة والحاجات الصغيرة مرة متفقين في البزنس يبقى كله زي بعض ممكن مرة جاء نتكلم على الناس اللي عندها حاجات كتيرة وعندها بزنس عندها وإزاي الكمباني دي بتخش ببعض وإزاي التاكسل ايه ممكن نتكلم في حاجة تانية المرة اللي بعدها عن زمانتي قلت لسه بقى وقت للتاكسل كتير أو ممكن نتكلم على دي الأول عشان نحضره نفسيهم اي اللي هو بيعمل حاجة بره وعنده أولاد وعايز يعمل انكم بس لازم يثبت ان الانكم ده الفلوس دي دخلت يعني نبقى نتكلم عليها بعدين خلاص حلقتنا بتجري حلقة معاك ممتعة والمعلومات كتير بجرد تانكيو سو ماتش يوالكام يوالكام حبائي المشاهدين كانت حلقة معاكو ممتعة وجميلة وأرجو ان المعلومات دي يكون فادتكو لأنها طبعا يعني كمان بتفيدني وبتفيدكو وبتفيد كل اللي اللي لسه عايش في أمريكا كل يوم بنتعلم منها حاجة تانكيو للأستاذ ميلاد ألف ألف شكر وشكرا لكو أحباء المشاهدين وأشوفكم بإذن ربنا السبت القادم وحلقة جديدة من دليل سيسات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة